كورونا وموجات كورونا يعني حديث الناس في كل مكان عقار شركة مارك الجديد لعلاج كورونا حيتم تصنيعه في مصر داخل خمس شركات وهذا العقار أو الكابسولات دي هتقدم لمين؟ مين هياخدها؟ مين للمفروض ياخدها؟ هتكون موجودة داخل الصيدويات؟ ولا موجودة داخل المستشفيات؟ أيضا في حديث عن عقار شركة فايزر وأنه هيكون متواجد في مصر خلال أيامه دي برضو حقن عضل لعلاج كورونا طب هذه العلاجات اللي تكون متوفرة في مصر هل هتغنينا عن أخذ اللقاحات؟ كل ده هنعرفه من الدكتور محمد عود تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية صباح الخير عليك يا دكتور وطبعا يعني تساؤلات كثير كده بداية هنتكلم عن عقار شركة مارك اللي حيتم تصنيعه في مصر ومصر حيكون فيها عقارات لكورونا زي باقي الدول وأيضا هناك حديث عن عقار شركة فايزر وأن يكون برضو موجود في مصر خلال أيام دي حقن عضل تقريبا لو حضرتك تقول لنا يعني آخر أخبار هذه العقارات العقارات العقار خير العقار خير تفضل طبعا خير يا فان أهلا بي أنا بشكر حفرتك طبعا احنا من اللحظات الأولى حتى من قبل اكتشاف أو تسجيل أي حالات إيجابية للإصابة بهذا الفيروس في مصر ونحن نسعى والحمد لله تم هذا بتوفير كل الإمكانيات المتاحة للحد من انتشار المرض من ناحية وتوفير كل وسائل التفخير والعلاج للمرض من أول لحظة آآ وذا طبعا كان واضح تماما بدعم السيحة البيتكا ودعم حكومي آآ إذا جئنا لآخر نقطة اللي هي الأدوية الحديثة أو الأدوية آخر الأدوية وتيحة لهذا هي أدوية ضد الفيروسات آآ احنا طبعا جربنا بكده كل أنواع الأدوية التي قربت أو استخدمت في كل أقار العالم هذه أدوية جديدة عقارين آآ أقار الحالي اللي هو السجل وأنتجته بالفعل خمس شركات السجلات وأنتج وعاتهم اتباية الدوية الحصرية وهذا متحلم بشروط معينة هو العلاج ده بمستخدم فقط في الحالات البسيطة أو البسيطة إلى متوسطة ويفضل أو التجارب أجريات عليه في وجود مرض آخر مصاحب آآ للكورونا بمعنى حالك طبعا الفين إن معظم حالات الكورونا سواهم الفيروس الأصلي أو تم تحولاته بتكون حالات بسيطة جداً أو متوسطة تشابه كثيراً أعراض البرد العاجي فإحنا مش عشان يستخدم في مكانه الصحيح يستخدم في حالات بسيطة أو بسيطة إلى متوسطة طاعني أيضاً من أحد الأمراض الأخرى التي قد تحمل بعض المخاطر من المريض زي ارتفاع ضغط الضم زي السمنة المفرطة زي السكر أبراد السكر أو أمراض أخرى وصحة وده يقولي يا دكتور أنه مش حاجة هو الطبيب المعارك آآ يعني كده هو مش هيتخد غير داخل المستشويات ربا ميت ميلي جرام مرتين في اليوم لبداية خمسة والعقار الآخر اللي سوف يعني ينتج أيضاً هو عقار الشباب وفي على نفس المستوى خضرتك أو على التوازي إحنا بنعمل تجارب إكلينيكية سريرية في مصر بكل المحيير المحدوطة أبيه تنظيم التجارب الإكلينيكية والسريرية حيث متأكد بنفسينا أو بالخبرة المصرية والعلمية التأثير الإيجابي لمثل هذه العقار الآخر نعم دكتور سأتكلمة مهمة جدا هل هذا يبني عن أسريب أخرى الوقائية و أطاع اللقاحات على الإطلاق فزاعد هو طبعاً الآخر هيتقد لله الجيل الكورونا صحيح نحن بنبحث كيفية منع أو الحد من انتشار الكورونا وذي بتتحدد بالأسريب الوقائية نمر واحد واستخدام اللقاحات والتي تتاح الآن أو متاحة بالفعل في مصر جميعاً وعلى اللقاحات في العالم موجودة في مصر نعم طيب دكتور يعني بدخول هذه العقارات أو العقاقير رضي ما حضرتك قلت هل هيتم تحديث البروتوكول المستخدم في علاج كورونا هو فعلاً تم تحديثه بالفعل من يومين يوم الأربع فعلاً تم تحديث البروتوكول وعلى مدى الشعور الماضية كلها من يوم بداية الوقاة تبقى في أدوية بتتشال وأدوية بتتحط نعم نبني هذا على يعني عاملين مهمين التجارب الكليناتية السرية التي يجريت في جميع الحال العالم الخبرة المصرية المتراكمة في هذا المنجل فلما بيكون هناك عقار جديد أو دواء جديد متاح بيتم عادة هيكلة البروتوكول مع وضع في الأتبار إن البروتوكول فيه مكونين أساسيين علاج الأعراض بالدعاني منها المريض ده جزء الأولاني والجزء الثاني علاج المضاعفات ثم استخدام الأدوية والعقار الخير التي قد تكون مؤسرة على الفيروس نعم الأدوية دي هتكون موجودة في المستشفيات يعني الحالات اللي هتخدها هتكون موجودة في المستشفى موجودة مع الطبيب مش هتكون متدولة داخل السيدريات ده يتعلم هي أصلاها الأدوية الجديدة أو الدواء الجديد اللي شجل بالفعل وسوف يتداول الدواء هو دواء بيعطى عن الثلات البسيطة أو المتوسيطة التي يطولها لك المنازل آه يعني هيكون مطروح للناس لأن هذا الدواء سجل تسجيل ما يسمى تسجيل الطوارئ أو التسجيل السريع أو التسجيل الطارئ فهتداوله هيكون في صحيح رضيات المستشفيات مش معنى كده أن العين لازم يدخل المستشفى لا العين مش محتاجي يدخل المستشفى إذا العين خضرتك ده كان المستشفى ما يبقاش الدواء ما يبقاش الدواء ده معا فده هيوسط عشان مش هيكون كده الحالة البسيطة ولا متوسطة حتى لا يوسط استخدامه حتى نضمن استخدامه في المكان الصحيح هيوسط في الصدريات المستشفيات بعض الصدريات التي تحددها وزاة الصحة أو هيئة الدواء آآ بتذكرة طبية يعني محدش يروح يقول الدين الدواء ده لازم تذكرة طبية وعايز نبّل حالة مهمة جدا آآ إن فيه حالات يعني لا يستخدم فيها هذا الدواء ودي نقطة مهمة جدا جدا ولازم نبّل فيها وكويسة تكاراتكم بتسألونا في هذا السيدات الحراقية أو متوقعات الحمد أو من هم أقل من 18 سنة أو ما قد يحدده الطبيب مين ما يستخدمش هذا الدواء اللي فيه بعض الحالات المرضية قد لا يوصف لها هذا الدواء فالدواء لا يوصف إلا بتذكرة طبية من طبيب معالج متخصص وهيصد حاليا في المراحل يكون من صدريات المستشفيات نعم طيب ما ينفعش اللي إحنا ما يبقاش معانا دكتور محمد عود تاج الدين وإيه ما نتكلمش على فكرة ذروة الموجر ربعة لإن إحنا شايفين الأعداد بتزيد يوم بعد التالي هل إحنا وصلنا كده للذروة فعلا يا دكتور ولا لسه ما زالت الأعداد هترتفع وما إذا أنا خالك شايف سيدك طبعا في الإعلام بمعانا بسهلة بيئة الحيوية الأعداد بزيد يعني إحنا أعداد التي تسجلت رسميا وبتعلن عن طيب وصلت الصحة والسكان يوميا إحنا عدينا ألافات صحيح فطبعا لسه إحنا في زهادة في الأعداد عندما نتخطى وطبعا هي الموجة طبعا كانت لسه مستمعة المتحاول وداخل معانا في هذه الموجة وتزادت الأعداد وطبعا فطبعا فطبعا ضمنها أنه سريعا شغار عدد الحالات التي يُسِب أو المقيم التي يُعلي بها الآخرين عدد كبير جدا في بعض الأخص اللي هم تكلموا على الـ من مصاب وده أكثر قوي من الإنترونزا المسلمية أو أه أنواع الأخرى من كورونا ونحنين كمان أن إصابات عائلية عن الدجل هائلة كاملة تصاب بهذا الفيروس فالحقيقة إحنا مازلنا لسه في قلب الموجة للإصابات سواء على مستوى مصر أو مستوى العالم كله وهنا بقى يجب أن يكون هناك الخزر والتلقم والوقاية والتطيقات طيب يا دكتور محمد يعني الناس شوية بتقولوا أكيد حضرتك بتسمع ده ده دور هنغدو هنغدو ودلوقتي إحنا ما بنشوفش واحد في الأسرة مصاب بنشوف تقريبا الأسرة كلها بتصاب طباعا فمسألة إنه الناس بتتكلم على إنه ده يكسبنا مناعة ونتخطى بقى موضوع الكورونا بعد موجة أوميكرون حضرتك شايف الكلام ده إزاي وترد عليه بإيه ومسألة أهمية التطعيم وإحنا وصلنا فين في التطعيم سواء بنتكلم على الجرعات الأولى أو كمان الناس اللي أخذت جرعة تانية والجرعة المعززة طبعا أنا مش موافق على هذا بعدة أسباب السبب الأولاني إن اللي بيجينه المرض أو بيمرض أو بيجينه أعراض هذا المرض بيعاني ومعاناها ليست بسيطة تحت اللي أنا أتمنى أن الناس تعاني يعني إذا كان هناك وسيلة نمنع بها الإصابة وميجناش هذا المرض وأعراضه يبقى خير كبير أولي من ربينا سبحانه وتعالى الحاجة التانية المهمة إن اللي بيقول كده يلا نعي وخلاص ما هو نهديها وهيش ضامن فاللعاية ده سوف يستمر بسرعة بسيطة أو متوسطة أو شديدة وما ننساش خضرتك إن أحنا عندنا مرزات رغم العداد الكبيرة من الإصابات البسيطة أو المتوسطة حالات شديدة جداً وحالات بتدخل المستشفيات وحالات بتتخطى على أجهزة التنفس الصناعي ولسا عندنا وفيات فمحدش يعني محدش يدمن نستهين أبره أو ناخده كده بصورة جماعية وخلاص يعني هذا يعني اللي يحمل كثيراً من المخاطر حقيقة لأن محدش ضامن إنه لو جالوا المرض هيبه بسيط ولا متوسط ولا شديد فيه عساريات قاعدة لكن هذه الأحسارات أيضاً بتحمل أعداد من الحالات الشديدة أو الخطيرة أو حاجة الوفاء النقطة التانية اللي حاجة عسارت فيها ودي مهمة جداً موقف اللقاحات إيه ما زهل على مستوى العالم ما زال على مستوى المحلي الحمد لله هناك وفرة أو هناك عدد مراكز تطعيم موجودة في كل أنحاء البلاد ما زالت اللقاحات كلها مختلفة أنواحة متوفرة ما زال هناك تضفق في اللقاحات وحضرتك كما قلنا بالأول إن اللقاحات لا تمنع المرض يعني ما حدش أقول ما أنا أخدت جراتين من اللقاح وحتى أخدت جرعة معززة وجاري المرض ما اتفقنا أو رصد عالمياً ومحلياً أن اللقاحات لا تمنع لا تمنع العدوى لكن بنقول أن اللقاحات بتخلل من حدة المرض وده حقيقي اللقاحات بتقلل من احتمالية احتمالياً نحن ثلاث قطوط دخول المستشفيات وده موتة تانية وإن اللقاحات بتخلل كل دي بنسبة مقاوية مختلفة بمعنى ما فيش حاجة أبسيديوت أو مية فت فعشان كده الوسائل الوقائية نمرة واحد اعطاء اللقاحات نمرة اثنين الأدوية التي تستخدم نمرة ثلاثة كل دي كل دي هدفها الأساسي والرئيسي الحد من المخاطر الحد من العدوى والحد من المضاعفات صحيح دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بنشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا فندم في صباح الخير يا مصر